حوالي خمسين اعتداء بين جسدي ولفظي تسجل يومياً على العاملين في قطاع الصحة اعتداءات تزداد في الفترة الليلية وتسجل أغلبها من قبل عائلات المرضى أو بعض جماعات الأشرار تستبيح المؤسسات الصحية في غياب الأمن وزارة الصحة وبعد التقرير الذي رفع إليها يؤكد زيادة حالات الاعتداء على مهني القطاع قررت سن مشروع قانون تأمين المستشفيات الذي سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل مشروع القانون يتضمن مضاعفة عدد عناصر الأمن الوطني في المستشفيات الجامعية تخصيص الشرطي في كل مؤسسة صحية داخل المدن الكبرى تخصيص دراكي في كل مؤسسة صحية خارج المدن وفي المناطق النائية خاصة في المستوصفات وقاعات العلاج تسليط عقوبات من ثلاث أشهر إلى سنتان حبسا نافذا على المعتدين غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار التقرير هو إن تطرق إلى جانب معاناة عمال قطاع الصحة أثناء المنوابة الليلية إلى أنه لم يتطرق إلى ما يعانيه المواطن من تدني الخدمات الصحية خاصة سوء المعاملة في الفترة الليلية